لكن أريد نسأل نقطة مهمة جدا يعني البعض يتحدث عن عودة قانون الخدمة الإلزامية وين وصل هذا الموضوع يعني بصراح هذا القانون احنا كتبنا عدة كتوب حتى يصل إلى لجنة المدفاع لأنه طلع من الحكومة وبقى بالمجلس شورى الدولة كتبنا أربع خمس كتب ونطالب أن يصل هذا القانون إلى رأس اللجنة حتى نقدر نعرضه ونقرأ قراءه أنا من الناس اللي مؤيدين جدا إلى أقرار قانون الخدمة الإلزامية لين بالتحجيل عليها نتخلص من الطائفية نتخلص من هاي الشباب اللي موجود بالشارع يعرف رح يعيش بتقافة العسكر ثقافة الوطن هوية الوطنية يعيش يخدم بالبصرة يعيش بقاعة وحدة يعني من ضمن الأمور التي الناس اللي وقفوها وما من مصلحتهم أن يوقفون هذا القانون ليش؟ نحن مريد نسوي حرص يعني لإقليم معين وحرص لإقليم معين ندعو للشباب هؤلاء إلى فترات محددة وليسنين محددة وهذا يكون احتياط للجيش وبنفس الوقت هو العسكر هو تدريب وتهديب للشاب أكثر الشباب يرغبون في دخول العسكرية ليس شرط يتطوع سنة سنتين ويخرجوا حسب الشهادة يعني نحن نتمنى أن يتطبق هذا القانون حتى على مستوى الاقتصاد هذه الشاب رحيان خضرات المحددة